بعيدا عن التشريعيات يعد وشق التطبيقي في نظام الالم دي الركيزة الأساسية التي تكاد تنعدم بأغلب الجامعات الجزائرية وفي هذا السياق نظمت كلية والحقوق والعلوم السياسية بجامعة البوليدة 2 محاكمة افتراضية لقضية جناية تحاكي الواقع سارة بناب حضرت المحاكمة وعادت بالتالية بعد مرور أزيد من 12 سنة عن تطبيق نظام الالم دي بالجامعة الجزائرية بادر نادي فينيكس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البوليدة 2 بتنظيم محاكمة تحاكي الواقع تسيدا للمبدأ الأساسي لهذا النظام الذي يرتكز على ربط الجانب النظري بالشق التطبيقي هذه المبادرة جاءت متأخرة نوعا ما لأنه نظام الالم دي عنده سنوات في الحقيقة من التابعة للجزائر هذا النظام ولكن كان دائما الإشكال هو في الجانب التطبيقي عبت تقنية نظرا لحدثت تطبيق هذا النظام الآن الجامعة توجهت لهذا الجانب وهناك العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها جامعة البوليدة 2 مع هيئات التي تعتبر هي مستقبل الطالب الآن هي دعوة مفتوحة للجميع لتطوير هذا الجانب التطبيقي الذي ما زال يعاني عجز على مستوى ممكن كل كلية الجزائر من جهته أكد رئيس النادي العلمي فينيكس تقديم عارضة من أجل المطالبة بتكريسي هذا النشاط وإدراجه كوحدة يستفيد منها الطالب نديروا عارضة نديروا إجراءة أخرى باش نطلبوا باش تدخل في المقرر الدراسي تأكلية الحقوق في القانون الجنائي يعني إن شاء الله العوام الأوام القادمة نخصوا مع إدارة الكلية إن شاء الله يقدمونا الدعم نخصوا مدرج كامل يكون محكمة دائمة مش محاكمة دائمة محكمة افتراضية دائمة وتخصص في المقرر الدراسي للطلبة كحصة أعمال تطبيقية وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها بجامعة البلدة إثنان التي تحاول إيجاد جسور بين الجامعة والجانب التطبيقي وفقا لما يسمح بإدماج الطلبة في الشقي المهنية ترجمة نانسي قنقر